مرحباً بك عزيزي الدارس والصفات الأساسية للاتصال الشخصي تشرح أسباب إنشاء العلاقات الشخصية مع الآخرين توضح المهارات المطلوبة في بناء العلاقات الشخصية مع الآخرين أولاً ماذا نعرف الاتصال الشخصي؟ يعرف الاتصال الشخصي بأنه عملية اتصال وتبادل للمعلومات بين شخصين أو أكثر درسنا عزيزي الطالب في الوحدة الأولى بأنه عندنا خمسة أنواع للاتصال الشخصي وذكرنا أن النوع الأول هو الاتصال الذاتي والنوع الثالث لاتصال الشخصي ثم الاتصال الجمعي ثم الاتصال الجماهيري وأخيراً الاتصال الثقافي درسنا في اللقاء الثالث الاتصال الذاتي مع الذات اليوم نتحدث عن الاتصال الشخصي والذي كنا قد تحدثنا سابقاً بأنه يتم في مجموعات صغيرة بين شخصين أو أكثر إلى خمسة إلى سبعة أشخاص هؤلاء الأشخاص يحدث تبادل المعلومات فيما بينهم سواء كانت هذه المعلومات منظمة أو غير منظمة كانت المعلومات هذه متعلقة بالتعليم متعلقة بالسياسة متعلقة بالأمور الحياتية متعلقة بالأمور الثقافية اتصال يتم فيه تبادل المعلومات هذا الاتصال الشخصي له صفات ومميزات من سمات هذا الاتصال الشخصي أنه له خصوصية أحيانا الموضوع الذي يتم طرحه فيما بين هذه المجموعة أحيانا يحمل تابعة الخصوصية فيما بينهم موضوعات مشتركة موضوعات دات شأن خاص موضوعات ربما لها علاقة في حل مشكلة معينة فيما بينهم مشروع فيما بينهم إنجاز مهمة خاصة فيما بينهم فيحمل طابع الخصوصية وتزداد هذه الخصوصية فيما بينهم كلما قوية العلاقة فيما بينهم جميعا أو فيما بين بعضهم البعض أو فيما بين بعضهم خصوصا من ضمن هذه المجموعات من الصفات الأساسية للاتصال الشخصي أنه يحدث ضمن علاقة شخصية كلما استمر هذا العمل في هذه المجموعات في الاتصال الشخصي العلاقة الشخصية بينهم تقوى ولذلك نلحظ دائما في داخل هذه المجموعات أن إما العلاقة بينهم جميعا ككل ممتنة وقوية ونجدهم مع بعض في أكثر من مناسبة أو ربما العلاقة الشخصية أيضا في إطار هذه المجموعة بين ثلاثة منهم أو ثلاثة منهم قوية وذات شاء وذات تواصل كبير فيحصل لها تطور كلما ازدادت هذه العلاقة كلما ازدادت التواصل فيما بينهم من سمات الاتصال الشخصي ومن الخصائصه أنه يتأثر بالبيئة الاجتماعية البيئة الاجتماعية سواء كانت في التمييز بذكور وإناث كبار وصغار تتأثر بها البيئة الاجتماعية تجعل العلاقات كلما كانت قريبة البيئة قريبة الثقافة قريبة المنطقة قريبة الحارة تتأثر وتقوى كلما حصل ولذلك نلحط دائما أنه عندما نأتي مثلا في الجامعة تجد أصحاب البلد الواحد القرية الواحدة المنطقة الواحدة العلاقة بينهم متأثرة وقوية كما أنه يتأثر بالبيئة الاجتماعية من حيث العادات والتقاليد والأعراف اللي موجودة لاحظ نحن مثلا في اليمن يتأثر الاتصال الشخصي والتفاعل مع الآخرين وتبادل المعلومات بين طبيعة الذكر والأنثى نحن لدينا في اليمن من ضمن العادات التي يتأثر بها في الاتصال الشخصي بعض القوانين حديث الرجل مع المرأة له قواعده وضوابطه وعاداته وتقاليده حتى في التفاعلات في الاتصال الشخصي بين الرجل والمرأة عندما تكون راكبا في باس وتمر في باس فتستوقف الباس امرأة يهرع كثير من الرجال إلى النزول حتى تركب هذه المرأة ويضعون حواجز فيما بينهم وقواعد الجلوس فيما بينهم وقواعد حتى للخطاف فيما بينهم في تأثر بالبيئة الاجتماعية الاتصال الشخصي كما أن الاتصال الشخصي عزيزي الدارس يتأثر بجنس طرفي العلاقة تجد أن نوعية الخطاب بين الذكر والإناث له قواعده حتى جنس طرفي العلاقة عندما تجد أنت شخص يتصل في الهاتف وترى عليه علامات الابتسامة والصوت الهاتف الحديث فتعرف أنه يتخاطب مع امرأة قريبة له أو زوجته أو حتى ابنته وعندما يتحدث الرجال فيما بينهم تجد الصوت المرتفع وتجد العبارات المستفزة والعبارات التي يداعب بها أحدهم ربما لو كانت حتى عبارات سلبية لكن يتأثر بهذه الأمور فالصفات الأساسية للاتصال الشخصي تجعل منه متفاعلا متبادلا قويا كلما استمر هذا الاتصال الشخصي وكلما أحدثنا الاتصال الشخصي يقودنا إلى التواصل والتفاهم فيما بيننا بشكل جيد عزيز الدارس هناك أسباب حقيقة تؤدي إلى إنشاء هذه التواصلات إلى إنشاء العلاقات فيما بيننا عندما ندرس الأسباب التي ننشئ من أجلها العلاقات الشخصية التي نتبادل فيها المعلومات مع الآخرين ونكثر من هذا التبادل والتواصل والاتصال سنجد أن مرد هذه الأسباب إلى ستة أسباب رئيسية طبعا كلما فتشنا في أسباب فرعية سنجد أنها تنضوي تحت سبب من هذه الأسباب الرئيسية أول سبب يقول علماء النفس الاجتماعي بأنه أول سبب لإنشاء العلاقة الشخصية للناس مع بعضهم البعض طبعا سأذكر الأسباب هذه ليس شرطا أن تكون مرتبة كما هي وانتشارها وشيوعها وإنما عموما عموما هذه الأسباب الرئيسية أنت عزيز الدارس يمكن أن ترتبها بحسب ما تمارسها أنت لدى الآخرين وبعد ذلك سنقيم ما الذي يستمر منها أكثر ما الذي يمكن أن ينتهي ما الذي يمكن أن نعوّل عليه تبادل منافع فيه تبادل نشوء علاقات جديدة معه وتطور هذه العلاقات وإقامة مشاريع فيها وإقامة أشياء مشتركة من خلال هذه العلاقات نذكرها على سبيل السرد للحصر والترتيب أول سبب من الأسباب يقولون ينشئ الناس علاقاتهم بعضهم البعض على أساس المظهر الخارجي المظهر ونقصد هنا بالمظهر نوعين من المظهر هناك المظهر الخارجي الخلقي الذي جاء من الله سبحانه وتعالى فتجد البعض ينجذبون الأشخاص الجميلين الرجل ينجذب نحو أشخاص الجميلين والمرأة كذلك تنجذب نحو نساء جميلات ومظهر خارجي بعضهم يركز على المظهر فيحب أن يكون أقرانه يحب أن يكون شلته أصدقائه من الناس الجميلين وطبعا هنا قد ينجذب لهذا الأمر رغبة في حب الجمال يحب الشكل والمظهر الخلقي وبينما ربما البعض لديه انتكازة في الفطرة لا ينجذب إلا لهذا النوع من الناس هذا سلبي وذلك مقبول نوعا ما المظهر الخارجي يتعدى البعض للشكل إلى التحسينات الموجودة فيحب الناس الأنيقين يحب الناس أصحاب المظاهر الجميلة أصحاب الذوق أصحاب إيتيكيت معين أصحاب مادية معينة إضافية ربما تجد لدى بعضهم عقد نقص أنه لا يبحث إلا عن هؤلاء لأنه يفتقر لمثل هذه الأشياء فيكمل النقص الموجود عندهم في الافتقار لهذه الأشياء فينتمي مثلا لشلة الوسيمين والجميلين حتى يتزيى بزيم وليس منهم وربما ينتمي لمجموعة المريشين وأصحاب المادية وليس منهم وإنما إشباع عقدة النقص الموجودة لديه هذا السبب أول لإنشاء العلاقات الشخصية لدى بعض الناس أنه يركز على المظهر الخارجي سبب آخر عزيزي الدارس من أسباب إنشاء العلاقات الشخصية مع الآخرين هي الفائدة المتوقعة أو المصلحة والحياة كلها لعبة مصالح وهنا المصالح ليست مذمومة على إطلاقها بلفظها فهناك مصالح إيجابية وهناك مصالح سلبية المصالح الإيجابية ما كان يعرفها الطرفان عندما يتبادل طالب علاقة مع معلم له وكلهما يعرف أن العلاقة تجمعهما لأساس التعليم مجرد انتهاء التعليم فيما بينهم مجرد انتهاء المحاضرات والدروس في فصل معين دراسي معين في سنة دراسية معينة قد تستمر هذه العلاقة نوعا ما وقد تنتهي العلاقة كلاهما يعرف أن العلاقة المتبادلة والتبادل في الاتصال الشخصي سببه الرئيسي هو مصلحة فيما بينهما كلاهما يعرف هذه مصلحة محمودة مصلحة محمودة عندما تذهب للعمل عند جهة معينة لاكتساب خبرة معينة هم يعرفون ابتداء وانت تعرف ابتداء ذلك هذه المصلحة بينهما محمودة ومشتركة وكلاهما يعرف قد تستبرد العلاقة وقد تتوقف وقد تضعف وقد تتلاشى وتنتهي عندما تذهب للتدريب والتدرب لدى جهة معينة وتقيم علاقات معهم وتواصلات بشكل دائم ويومية إلى أن تنتهي فترة التدريب ربما تستمر العلاقة هذه تتوقف تتلاشى وتنتهي هذه علاقة محمودة يعرف الطرفين الغرض منها وعلى أساسها ماذا أنشئ العلاقة لكن العلاقات المذمومة هي التي يضمر فيها الطرف الذي ينشئ ويبحث عن العلاقات لمصلحة معينة كمن يبحث عن مصالح كطالب يبحث عن أذكى الطلاب ليأخذ منهم التكاليف والواجبات والأمور مجرد أن تنتهي المصلحة هذه ربما لا يعرفهم لا يتواصل معهم لا يبدل معهم هذه مصلحة سلبية ومذمومة يمقتها الناس عندما تجد أشخاص من هذا النوع تعرف أن هؤلاء الأشخاص انتهازيون هؤلاء الأشخاص مصلحيون هؤلاء الأشخاص لا تأتمن العلاقات معهم لا تهرع في العلاقات معهم بكل التفاصيل لأنك تعرف أن هذه العلاقة ربما تنتهي وتندثر السبب الثالث ينشئ الناس العلاقات الشخصية فيما بينهما على أساس التشابه قد يكون التشابه بينهما فكريا التشابه بينهما عمريا التشابه بينهما أصحاب مهنة واحدة التشابه بينهما في ميولات مشتركة أولا لك تتلحظ وربما هذا أكثر شيء نجده نحن في داخل المجتمع اليمني العلاقات الكثيرة هي بسبب التشابه فتجد أصحاب الأحزاب مع بعض أصحاب الجماعات مع بعض أصحاب مهنة معينة يلتقون مع بعض وتواصلون مع بعض وتنشأ المجموعات في مواقع التواصل الاجتماعي على أساس المهن وعلى أساس الأفكار المتقاربة فيما بينهم وعلى أساس حتى الميولات والأنشطة التي يمارسونها فيما بينهم يجتمعون لأجلها ويلتقون ويجلسون في المجالس لأجلها فالتشابه سبب من أسباب إنشاء العلاقات الشخصية بين الآخرين من الأسباب عزيزي الطالب كذلك عزيزي الدارس من أسباب إنشاء العلاقات الشخصية مع الآخرين كذلك سبب عجيب لكن نجد له انتشار كبير وهو سبب الاختلاف الاختلاف هنا في نوعان من الاختلاف في اختلاف تعدد ومنافع وفي اختلاف تضاد اختلاف التعدد ومنافع وهو الذي نشع على أساسه علاقات كبيرة قلب في تلفونك أسماء من يتضمنون أرقام هواتفك في داخل الهاتف ستجد عندك فلان ابن فلان الحداد وفلان ابن فلان الحلاق وفلان ابن فلان النجار وفلان ابن فلان صاحب البقالة وفلان ابن فلان ستجد هذه الأسماء كلها موجودة لماذا موجود لديك في قائمة هاتفك أنت وفي الأرقام لأنك بحاجة إليهم فالاختلاف هنا اختلاف المصالح فيما بينكم لكي يكمل كل واحد منكم الآخر لكي ينفع كل واحد منكم الآخر فالاختلاف فيما بيننا في المهن وفي الميولات وفي الأشياء يقودنا لإنشاء العلاقات لحاجتنا لبعضنا البعض كما أن الاختلاف أحياناً اختلاف كل مننا يكمل الآخر فتجد البعض ربما يكون متميزاً في مادة علمية معينة والآخر متميز في مادة أخرى فالعلاقة فيما بينهما كل منهما يكمل الآخر في المواد العلمية الموجودة بينهما قد يحتاج أحياناً البعض مننا يفتقر إلى عمل معين يفتقر إلى صفات معينة فينشئ علاقات مع آخرين حتى ينتفع منهم وهم كذلك ينتفعون منه في أشياء أخرى فالاختلاف فيما بيننا يقودنا إلى بناء العلاقات النوع الثاني الذي هو الاختلاف التضاد الذي قد نختلف فيه ابتداء وقد نكون مختلفين من الأساس لكن اختلافنا هذا قادنا إلى تواصل ربما تعرفنا بعضنا البعض وعندنا مثال في اليمن يقولون ما محبة إلا من بعد عداوة تجد كثير من الأسر تقاربت فيما بينها وحصل بينهما زواج وحصل بينهما تقارب وكان من البداية تجد خلاف بينهما لا يمكن تتوقع أو اختلاف بينهما لا يمكن تتوقع أن يندمجان ومع ذلك حصل الاندماج وحصل التواصل وبنية العلاقات وربما تطورت العلاقات وأصبحت علاقات يضرب بها المثل وكان السبب والمدخل الرئيسي لها هو الاقتلاف فيما بينهم أيضا عزيز الدارس من أسباب إن شاء العلاقات الشخصية مع الآخرين سبب التقارب ونعني بالتقارب هنا قد تتقارب معهم دراسيا ولذلك تجدون في الجامعات أقوى العلاقات هي ما كان مع مستواك الدراسي في تقارب آخر في التخصص في القسم أو تقارب آخر في الكلية تقارب آخر في نفس الجامعة فإذا ما قدر أن ذهب الطلاب إلى رحلة معينة كانت الرحلة هذه مثلا بين جامعات متعددة أو في إطار الجامعة كليات مختلفة ستجد تلقائيا عندما نصل إلى مكان الرحلة يحصل فرز في ممارسة الأنشطة في مكان الرحلة بين الدفعات المتقاربة بين التخصصات المتقاربة الأقسام المتقاربة الشعب والفروع المتقاربة ستجد هذه العلاقات في داخل هذه الممارسة الأنشطة في هذه الرحلة تمت بناء على القرب ودرجة القرب الرئيسي قد يكون القرب في مكان السكن وهنا ينشئ كثير العلاقات على أساس القرب في الحي القرب في المنطقة، القرب في القرية وهنا ينشئون القرب على أساس مكان العمل وقرب مكان العمل وعملون في مكان واحد هذا تقارب وننشئ على أساسه العلاقات كما أنه عزيز الدارس سبب سادس وأخير يعتبره البعض سبب رئيس جدا لإنشاء العلاقات هي السماة والخصائص المشتركة فيما بينهم سمات وخصائص ينجذبون لبعضهم البعض لوجود هذه السمات والخصائص الموجودة فتجد البعض يحب أن يكون دائرة مقربيه دائرة العلاقة معه أشخاص مريحين جدا فيحب يبحث عنهم حيث ما وجد أولا المريحين منتم إليه يجدهم في الجامعة موجود معهم يجدهم في الحارة تجدهم معهم يدخل مجال عمل تجدهم معهم فيحب الإنجذاب لهذه الصفحة بينما في آخرين يحب السمت الهادئ والهدوء أصحاب الروية والاتزال وفي آخر يبحث عنه فتجد هذا السمات والخصائص موجودة مجرد أن يأتي شخص ويسكن في حارة معينة على طول تجدهم جذب لأصحاب السمات والخصائص الذين يشبهونهم وقديما نحن كنا نجد في المدارس أصحاب الفوضى والإزعاج يتشابهون مع بعضهم تجدهم في الراحة مع بعض وفي مناسبة موجودين مع بعض في سمات وخصائص ينجذبون لبعضهم البعض إذن عزيزي الدارس هذه الستة الأسباب في حقيقة الأمر أن الواحد مننا لا ينشي العلاقات لسبب واحد بل ربما تجد البعض ينشي العلاقات لعديد من الأسباب لكن السؤال يبقى ما السبب الرئيس الذي أنجذب له بشكل كبير جدا هنا دورك عزيزي الدارس أن تقيم ذاتك وتعرف ما هو السبب الرئيس الذي تنجذب نحو الآخرين لأجله وهو المدخل الرئيس لبناء أي علاقات تبدأ بها أنت وهل هو سبب يدعو إلى استمرار العلاقات أم سبب يدعو إلى أن العلاقات مؤقتة ومصلحية ويمكن تنتهي أم سبب شكلي ومظهري ربما لا تقود إلى استمرار العلاقات والتواصل فيها بشكل دائم تبحث عن السبب الحقيقي الموجود لديك حتى تقيم ذاتك وتصبح علاقاتك مبنية على أساس قيمي وعلى أساس مبادئ وعلى أساس استمرار هذه العلاقات وإن وجدت المصالح فتكون مصالح موجهة ومصالح منظمة وتبتعد كثيرا عن إنشاء العلاقات على أساس المظهر كلنا نحب المظهر الجيد والجمال لكن لا ينبغي أن يكون مدخلا رئيسيا للبحث عن العلاقات وإنما مكمل وتحسيني فالله جميل يحب الجمال من الأمور التي نريد أن نختم بها هذه المحاضرة وهو أمر أهم جدا لنا في التواصل الشخصي مع الآخرين كيف نبني علاقات شخصية كيف نتواصل معهم ما المهارات الرئيسية حتى نبني علاقات جيدة مع الآخرين عندنا قائمة كبيرة من المهارات لكن نحن سنركز هنا على عشر مهارات رئيسية ينبغي منك عزيزي الدارس أن تتحلى وتتدرب وتتسم بها عندما تبني علاقات شخصية مع الآخرين لكي تستمر هذه العلاقات ولكي تحسنها وتطورها وتستفيد منها في حياتك العملية أول مهارة من المهارات التي نحتاجها في بناء العلاقات الشخصية وأول سمم لا بد أن يكون عندك احترام وتقدير وإشعار بالاحترام والتقدير والأهمية لمن تتواصل معهم فنحن نجد من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم الرئيسي أنه كان يشعر الآخرين بالأهمية الأهمية هذه لم يكن يعتبرها النبي صلى الله عليه وسلم لمن هو بتواجد أمامه حتى من كان غائبا يتفقده ونعرف ذلك في غزو التبوك عندما كان يسأل عن أبا خيثم رضي الله عنه فلما جاء وأقبل بعد أن سمع النبي صلى الله عليه وسلم من بعض الصحابة كلاما فيه يطعنون في أنه تأخر بسبب زواجه وبسبب مكانه الجميل لكنه كان يقول لا تخبروني بشيء على حد من أصحابه فلما أقبل خيل يركض من مكان بعيد والغبار ينظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال كن أبا خيثم كن أبا خيثم فلما جاء قال بعض الصحابة فما رؤيا وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر سرورا من ذلك الموقف إشعار الآخر بالأهمية لم تكن الأهمية لدى النبي صلى الله عليه وسلم لحياتك فقط حتى بعد مماتك عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن امرأة كانت تقوم المسجد تنظف المسجد وتجمع القمامة منه فقالوا توفيت يا رسول الله قال فلا أخبرتموني حتى نصلي عليها قالوا صلينا عليها رسول الله ربما لدى البعض فهم أنه صلوا عليها رسول الله يهتم لأمرها فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ووقف على قبرها وصلى عليها بعد مماتك أهمية أهمية يشعر الآخرين بالأهمية وبالتالي كان صلى الله عليه وسلم رجل العلاقات من الطراز الأول المهارة الثانية والسمة الثانية التي نحتاجها منك عزيز الدارس أن تكون لديك عندما تبني العلاقات مع الآخرين التسامح والبحث عن العذر لا تستمر العلاقات في ظل البحث عن العثرات في ظل البحث عن الزلات في ظل البحث عن الأخطاء والمعايب العلاقات تستمر عندما تشاع لدينا روح التسامح روح البحث عن الأعذار وقديما كان يقول أسلافنا الصالحون التمسوا لأخي سبعون عذرا إن لم أجد أقول لعل لأخي عذرا لا أعرفه من المهارات المطلوبة أيضا حتى تستمر علاقاتنا أن نفهم وجهة نظر الشخص الآخر ولا نستخف بهم أحيانا نختلف بسبب كل واحد لديه وجهة نظر إذا فهمنا وجهة نظر الآخر بل ربما أحيانا نعيش حالاته في فهم وجهة نظره سنتقبله أكثر ولن يوجد الخسام والخلاف بيننا على الدواء من هذه المهارات أيضا عزيز الدارس أن نبحث دائما عن العوامل المشتركة نقاط الاتفاق فيما بيننا وننجل نقاط الاختلاف بل ربما أحيانا نتجاوزها ونتغاضى عنها لأن ما يجمعنا ربما هو أكثر كثيرا وكثيرا جدا مما يفرقنا ويجعلنا نختلف من هذه المهارات عزيز الدارس أيضا نحتاج إلى أن نصبر على أخطأ بعضنا البعض نصبر على آراء بعضنا البعض فالذي يخالط الناس كما قال صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذهم من المهارات أيضا المطلوبة في بناء العلاقات والتواصل الشخصي مع الآخرين عزيز الدارس الهدية الهدية هنا عنوان كبير لفتح القلوب تهد تحب قال صلى الله عليه وسلم ما يشيع المحبة فيما بيننا الهدية قد تكون هدية أمر بسيط جدا لكن لها مدلول ولها قيمة كبيرة لدى الطرف الآخر فكلما استخدمنا هذا الاسلوب في المداخل للوصول إلى الآخرين ستحيا في نفوسنا المحبة والتواصل الإيجابي والجيد من هذه المهارات عزيز الدارس أيضا معرفتهم بصورهم بأسمائهم ومناداتهم بأحب أسمائهم فذلك يبعث على استمرار العلاقات فيما بينهم نناديهم بأحب الأسماء إليهم نناديهم بأسماء الألقاب المهن التي يحبونها وينتمون إليها ويعشقونها ويتعلقون بها ويكون هنا عندنا تلطف حتى في بعض الأسماء التي نبني علاقات الشخصية في من نحتاجهم في حياتنا تلطف في بعض العبارات أحيانا بعض المهن ينحرج بعض أصحابها من أن تسمعهم بالمهنة وإنما تأتي بلطف بدلا أن تقول أنا عند الحلاق قل أنا في صالون الحلاقة في مكان التجميل يعني عبارات تشعر بأنه أنت لست عند صاحب منها ربما يتأذى من هذا الاسم وإن كان متعايش معه لكن ربما البعض تكون على سبيل الانتقاص فتحاول أن تسم هذا الشخص في المكان الذي أنت فيه أفضل من أن تسم بالشخص الذي يقوم بهذه المهنة من هذه المهارات أيضا شيء عظيم وكنز كبير جدا نسميه الكنز الذي لا يكلف درهما هو الابتسامة شيوع الابتسامة لها سبب كبير ولها سبيل واسع إلى القلوب بل ربما نعتبرها نحن البوابة الحقيقية لاستمرار العلاقة مع الآخرين النبي صلى الله عليه وسلم يقول تبسمك في وجه أخيك صدقة من الأشياء التي لا نعتبر لها وهي أن صدقات الابتسامة صدقات سموها البعض هي الصدقات التي توزع على فقراء الأخلاق يعتبرها البعض البوابة الحقيقية لاستمرار المحبة فيما بيننا بل إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يتحدث عن الابتسامة لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق وجه بشوش وجه ضحك وجه مبتسم الابتسامة كنز ينبغي علينا أن نستمر فيه ونحافظ عليه من هذه المهارات أيضا في بناء العلاقات عزيز الدارس لا تتسرع في إصدار الأحكام على الآخرين يجب أن تفهم أبعاد الموضوع يجب أن لا تندفع في الحكم لأول نجرد نظرة منك قد تكون النظرة هذه خاطئة لا تسم الموضوع بشكل صحيح مما يحكى في هذا أن رجلا كان لديه موعد في إقلاع الطائرة فانتظر في المطار حتى يأتي الموعد فجلست بجواره امرأة أيضا كانت تنتظر موعد إقلاع الطائرة هذه المرأة في هذه الأثناء رأت رجلا بجوارها يفتح كتابا ويقرأ منه فنظرت الوقت متأخر لإقلاع الطائرة فأخرجت علبة بسكويت كانت قد اشترتها لتأكل منها قالت تأكل منها تتسلى حتى يأتي موعد إقلاع الطائرة فبدأت تأكل بسكويت من العلبة التي كانت بجوارها تأكل الحبة والآخر كان يأخذ حبة كمان الذي يقرأ الكتاب بجوارها وهي تلاحظ هذا السلوك واستفز هذا السلوك كيف يأكل؟ تأخذ حبة وهي أخذ الثانية تأخذ حبة وهي أخذ الثانية تأخذ حبة وهي أخذ بقيت حبة واحدة فقط فقالت سأنظر قليل أدب هذا ماذا سيفعل الآن؟ فأخذ هذه الحبة وقسمها نصفين أكل النصف وتركها لها النصف استشاطت غضبا وقالت هذا الرجل قليل أدب همت أن تحدثه تلملم أغراضها حتى تحدثه بينما تلملم الأغراض وجدت أن علبة البسكويت ما وجدت موجودة بين يديها وأنها تأكل من علبة بسكويت الطرف الآخر لا تسرع في اصدار الحكم الآخر قد تكون أنت المخطى وهو الذي لم يخطى قد يكون لديه وجهة نظر أنت لا تعرفها فلا ينبغي حتى تستمر العلاقات في مبيناء أن نتفاهم بعضنا نسأل نستفسر نستفسر حتى لا نقع في أخطاء بناء العلاقات من هذه المهارات أخيرا عزيز الدارس هي مهارة الذوق الإتيكيت ينبغي أن يكون لديك ذوق في التحية ذوق في المقابلات ذوق في الاستقبال ذوق في الخطاب ذوق في التعامل ذوق في التصرفات هذا الذوق الإتيكيت هو الذي يعمل على استمرار العلاقات وتحسينها والرقي في هذه العلاقات حتى تصل إلى مقصودها السليم إذن عزيز الدارس تحدثنا في هذا اللقاء عن اتصال الشخصي وتعرفه عن الأسباب الرئيسية التي تتقودون إلى اتصال الشخصي مع الآخرين عن المهارات اللازمة الالتزام بها أثناء بناء العلاقات الشخصية مع الآخرين أخيرا عزيز الدارس لديك مجموعة من التكلفات والتدريبات والأنشطة الموجودة في هذه الوحدة في داخل المقرر الإلكتروني عليك القيام بحلها ثم إرفاقها في المنتدى الخاص بذلك في داخل موقع جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته